عاجل اجتماع غير عادي للعرب لبحث قرية سد النهضة وسري لغاية تقارير سيادية امريكية تتوقع حربا في اثيوبيا وبيان عاجل من وزارة الداخلية عن كارثة حدثت في مصر وبيان عاجل جدا من القاهرة عن التطبيع المصري التركي والبيان يفجر مفاجأة والكيان الصهيوني يطلب من مصر طلب غريب ننشر ايضا لحضركم التفاصيل في البداية صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتوا قدها ووطنيين نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا وعاجل اجتماع غير عادي للعرب لبحث قضية سد النهضة يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عاديا بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورا قضية سد النهضة نقلت وكالة الشرق الاوسط عن الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي تصريحه بان الاجتماع غير العادي للمجلس يعقب بناءا على طلب من جمهورية مصر وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل المصدر معانا كان من وكالة انباء الشرق الاوسط يعني اجتماع مقبل الثلاثاء في الدوحة لبحث اخر التطورات بشأن قضية سد النهضة وده كان طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق ان شاء الله يكون فيه قرارات حاسمة في هذا الاجتماع نتمنى الخير ان شاء الله لكل العرب ولمصر لو حضرتها جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراف في القناة يلا نخش على الخبر التالي ننتقل لخبر اخر معانا سري للغاية تقارير سيادية امريكية تتوقع حربا في اثيوبيا توقعت تقارير سيادية امريكية نشوب حرب مع اثيوبيا تشعل قارة سمراء نتيجة التعنت والممارسات غير المسؤولة للحكومة الاثيوبية سواء ضد شعبها او جيرمها التقارير التي انفرضت بها صحيفة الموجز بنشر جزء منها استندت في سطورها على الوضع الراهن الصعب في اثيوبيا وتعنت اداراتها في قراراتها وتبنيها سياسة فرض الامر الواقع مع جيرانها خاصة السودان ومع شعبها في حربها على تيجري التي استخدمت فيها اسلحة محظورة دوليا ضد شعبها واستخدمت مرتزقة من الخارج لقتل وتشريد الشعب الاثيوبي المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر اخر معنا وبيان عاجل من وزارة الداخلية عن كارثة حدثت في مصر توفى طفل يبلغ من العمر 13 سنة في محافظة الغربية بمصر بسبب تأثره باصابات متعددة في جسمه سببها له والده بسبب سرقة مبلغ مالي في التفاصيل تلقت الشرطة المصرية بلاغا من إدارة مستشفى قطور المركزي بوفاة طفل في الثالث عشر من عمره متأثرا بإصابات متعددة في جسده والتي بدأ أنها نتيجة اعتداء بالضرب عليه ما أدى إلى وفاته وإثر البلاغ تحرك على الفور فريق من البحث الجنائي إلى مكان تواجد الجثة وبالمعينة والتحريات الأولية تم كشف على مقتل الطفل على يد والده وأن به آثار لكدمات في جسده ووجهه الأمر الذي أشار إلى وجود شبهة جنائية وأن الأب هو من قام بفعل ذلك في إطار التحريات اللازمة وبتقنين الإجراءات ألقى قوات الأمن قد على الأب الجاني وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة قطور وهناك تمت مناقشته ومواجهته بما توصلت إليه التحريات لينهر الأب ويعترف على نفسه بأنه كان يعتدي على طفله بالضرب بغرض تأديبه ولم يكن يقصد قتله حيث أوضح الوالد أنه فعل ذلك لأن الطفل كان قد سرق مبلغا ماليا من عمه وأن هذا الأمر هو الذي دفع الأب إلى التعدي عليه بالضرب إلا أنه فقد الواعي أثناء ضربه له وتبين له بعد ذلك أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الناتجة عن الاعتداء عليه بالضرب هذا وحرنا محضر بالواقع وأخترت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي للمجن عليه من أجل بيان السبب الحقيقي للوفاء كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقع المصدر معنا كان من الوطن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر المحزن ننتقل لخبر آخر معنا وبيان عاجل جدا من القاهرة عن التطبيع المصري التركي وبيان يفجر مفاجأة قال مصدر دبلوماسي في مصر تحدث لوكالة التاسر الروسية إنه لم يتم حتى الآن تحقيق أي تقدم ملموس في مفاوضات تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا نقلت الوكالة عن المصدر عرض كل من الطرفين خلال المحادثات الاستكشافية التي عقدت مؤخرا رؤيته لمستقبل العلاقات بين البلدين لكن منذ ذلك الحين لم يحدث أي شيء جديد في إطار هذه القضية شدد الدبلوماسي على أن الموقف الذي أعلنته مصر خلال هذه المحادثات لا يزال سابتا مبينا أن الطرف المصري وجه رسائل مناسبة حول ثبوت هذا الموقف إلى الشركاء في المنطقة أوضح المصدر أن الحكومة التركية لن تفعل أي شيء فيما يخص المطالب التي تقدم بها الجانب المصري كشروط لتطبيع العلاقات وشيلا إلى أن هذا الأمر يشمل قضية سحب تركيا قوتها من ليبيا في مارس أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية الإخوانية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بينها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في مصر وخلال 5 أو 6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونان خلال أول زيارة من نوعها منذ 2013 محادثات استكشافية في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سندلوزا المصدر معنا كان من داس وبعض الوكالات وأترك لحضركم التعليق ننتقل لخبر آخر معنا وكيان الصهيوني يطلب من مصر طلبا غريبا وطلب كيان الصهيوني من مصر وقف دخول الأسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة خوفا من أن تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية بحسب صحيفة تايمزوف إسرائيل وقالت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد 11 يوم من قتال العنيف في الشهر الماضي بين جيش كيان الصهيوني وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة يسعى كيان الصهيوني إلى ضمان عدم استخدام الجماعات المسلحة ما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل القطاع الساحلي لإعادة التسلح ذكرت هيئة الإذاعة كان أن البضائع تتضفق عبر بوابة صلاح الدين على معبر رفح الحدود بين غزة ومصر سلاسة أيام في الأسبوع دون أي مراقبة ومن بين السلع التي وردت أنباء عن دخولها غزة عبر هذا المعبر الإسمنت ومواد البناء والوقود وأشرت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يأملون في لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة بعد أن أدركوا أنه بدون مراقبة البضائع التي تدخل غزة لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية الصحيفة أكدت أن إسرائيل أبلغت مصر أنها لا تعارض مساعدة فرق هندسية مصرية بغزة في إزالة الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي لكنها لا تردها لإصلاح الأنفاق الجوفية التي تستخدمها حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى المصدر معنا كم من تايمز أو في إزرائيل وأترك لحضركم التعريق على هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الأخبار أنا معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم باسم مصر ميديا إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة